السلام عليكم أيها الشعب السوري والسعودي وبقية الشعوب العربية في عنا أخبار مهمة إن شاء الله نريد أن نطبعكم عليها بسرعة أنا كنت بشغول هالكم يوم ما أدرت يعني أعمل أبلود لبعض الفيديوهات بس على السريح هلأ أتكلم سوف أتكلم يعني أو أبدأ بموضوع سوريا الآن يعني بعد ما جبنا معلومات من مصادر مفوقة من قصر بشار والحلقة الضيقة تبع بشار يعني من صديقات وأصدقاء يعني بثينة شعبان وأسماء الأخرس وسامر الفوز وغيرهم وحافظ مخلوف أيضا موظفين تبعوهم وغيرهم فعطونا معلومات هي التالية أن مازن غصون وعزيز اسكندر وسامي محلة علاء الثلاثة سوف يعني يصفيهم بشار الآن سامي محلة يمكن خلال أسبوع وأسبوعين يصفيه بشار لأنه هو بيكون صهره لعزيز اسكندر اللي كان بالحرص طبعا القصر الجمهوري فالموضوع هو أنه هدول الحراس والضباط كبار ما عمدر يسرقوا كما يجب ما نعطهم روسيا من أنه يسرقوا على كيفهم كما ذكرنا يعني الطيار يعني وأخول يعني له أي صيوح ومحمد صيوح صاروا عم يخطفوا الناس وهدولة أيضا كانوا عم يخطفوا الناس مشان ياخدوا أموال منهم فقامت روسيا رفضت هذه التصرفات وأنه ما بيصير واحد يخطف ويسرق بدون ما ياخد موافقة أو فيزا من القيادة الروسية في حميميم فالمهم هدولة اختلفوا بالنسبة لموكب الرئيس مين بدوا يدير موكب الرئيس وكذا وهذا عموا لفقوا تهمة لماز الغصون وقالوا أنه هذا عم يأجر شاء بالمالكي لثلاث أشخاص هنه ماتوا وهوياتهم يعني مسجلة أنه ميتين فالمهم هدولة بين بعضهم سلطوا بعضهم على بعض لأنه ما عم يدير يسرقوا كما يجب بكل صراحة فاختيار الضباط يعني بيكون بيعني حذر بالقصر الجمهوري لأنه بتعرفوا أنه هدولة مجرمين يعني بيتأكدوا من ولااءات بعضهم قبل ما يشتغلوا عند المجرم بشار الأسد ولكن بس على السليم شاء نقول لكم يعني الآن السفينة تبع بشار شايف شنون حتى في قصره يعني عم يصير فيها هيك سوف تغرق يعني بدأت الرياح تهويها يمينا ويسارا والطائفة العلوية يعني لا تريد بقاءه والآن الحقيقة الروس يجدون يعني ظروف صعبة ببقائها فالاشتباكات بين عناصر ماهر الأسد وبين سهيل الحسن وبين المجموعات الأخرى تبع بشار لأنه هلأ عندكم قوة في سوريا الآن هي تبع سهيل حسن تابع لروسيا والقوة تبع ماهر الأسد اللي تابع لإيران والقوة الخاصة العلوية والمجموعات العلوية اللي هي تابع لبشار ولا العلويين يعني لا بشار فهذا الصراع الآن على المال الصراع على السرقات يعني فيه أشده وذروته فيعني توقعوا أيضا أنه يكون فيه سبعة وعشرة يعزلون ويقتلون ويعني يصلطون على بعضهم فالله سبحانه وتعالى يعني يدبر أمرا ما أو شيء مهم يعني وتغيير مهم سوف يحدث في داخل قصور بشار فهذه الاشتباكات بين العناصر وقتل بعضهم في قصور بشار هذا أمر يعني يرعاه الله سبحانه وتعالى ليحمي الشعب السوري ولكي يفضح أن بشار ضعيف وبيت بشار وقصر بشار هو قصر من قصور العنكبوت وبيت من بيوت العنكبوت يعني فأي لحظة منهم واحد منهم يعني بيضرب الصاصة على بشار يعني ليس من السهل وليس من الصعب مع أن المخابرات الإسرائيلية تحميل بشار وتخبره عن كل تحركات وكل تصرفات وكيف موقفه يتحرك من أي منطقة لهم أي منطقة فالمخابرات الإسرائيلية هي التي كانت تساعد حافظ الأسد وبشار الأسد ويعطون معلومات إذا الطريق آمن وسالك ولا في ناس عم تحاول تسوي إنقلابات حتى أيام عدمان الأسد عدمان الأسد كان دائما يتخابر في زمن رفعة الأسد مع الإسرائيليين ويكلمه عن تحركاته لرفعة وكيف حيصير وكيف حافظ كل هذه الأمور وهكذا استطاعوا أن يستمروا في الحكم طيب الآن إن شاء الله على السريع نريد أن ننتقل ما يحدث في السعودية بالنسبة لابن سلمان كما قلنا أنه هو الآن كثير متضايق ومقهور وجان جنونه أن فوق الخمسة عشر ضباط ومراء من آل سعود ذهبوا وسلموا على أحمد بن عبد العزيز وهذا مطير عقله أنه كيف يتجرؤون هدولا ويذهبوا إلى قصر أحمد بن عبد العزيز ويسلموا عليه ويباركوا له وإلى آخره ومن هذه الأشياء فالآن توقعوا أنه تبلع المعارك بين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان يعني قد يكون خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع لأن أحمد بن عبد العزيز الآن أعاد الشجاعة لأمراء آل سعود وقيادات القبائل وقيادات الجيش وقيادات يعني هذا لكي يتحركوا ويواجهوا محمد بن سلمان فمحمد بن سلمان الآن غضبان كثيرا وخاصة أن أحمد بن عبد العزيز اغتنم الفرصة وأن نتنياهو قال أنه يا جماعة يا أمريكان يا سيسي ويا ترامب لازم ندافع عن محمد بن سلمان فالذي يحتل القدس ويقتل الفلسطينيين ويعني مدة ثمانين سنة يقتلون بالفلسطينيين وقتلوا اللبنانيين فالآن هم يدافعون عن من هو خادم الحرمين يقول لا تبعدوا هذا رئيس العصابة شايفين شلون لا تبعدوه نريد حمايته فإن تدخل نتنياهو لكي يمنع الأمر كان من أن يعزل محمد بن سلمان وهذا على أساس أنه خادم وحامي المكة والمدينة المنورة ويعني يدع أنه يحمي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يثق أحد به فيضطر إلى عدو الأمة الإسلامية نتنياهو أن يتدخل ويحميه ويقول هذا رجلنا وهذا صاحبنا وهذا حبيبنا فهذا ورطه أكثر وأحمد بن عبد العزيز يعني يمسح فيه الأرض لمحمد بن سلمان أن كيف نتنياهو يتوسط علنا وهو السيسي أيضا علنا يطلبون من مجرم الذي يحتل بلاد الحرمين فأن ينقذوه ولكي يعني يستمروا بموضوع بيع السلاح وضرب اليمن ومحاصرة قطر وكذا وكذا فاحترقت الآن يعني أوراق محمد بن سلمان يعني وحتى يعني الواشنطن بوست يعني تلعب فيها وأردوغان يلعب فيها هذه الأخبار فبس مع الأسف أيها الشعوب العربية والإسلامية يعني تصوروا أن الملك والولي العهد الذي سوف يأتي ويحكم السعودية يدافع عنه نتنياهو ويعمل له واسطات مشان يبقى في الحكم ويستمر في الجرائم وإنتوا نايمين بالعسل ومضيئين نواتكم المهم النقطة الأخرى أيضا هو أن صابر مشهور يتكر في فيديو أن هناك قد يتم هجوم على السعودية ما منعرف زمن إيران ولا من بعض الأمريكان أو بعض لأنه في يعني مناورات ورجاها صابر مشهور على الفيديو فأردوغان وترامب في باريس يجتمعون يقول له يعني أردوغان وترامب وعاك تفكر أنك تهجم على السعودية وعاك تفكر تلعب بذلك وعاك تفكر أنك يعني تجرأ أنك تدخل في السعودية خاصة عسكريا فالتطورات كثيرة وأرجوي يعني أن تتابع الموضوع وأنتم أيها الشعب السعودي يعني قراركم مهم جدا يعني أخف ضررين على أقل جيبوا أحمد بن عبد العزيز وبعدوا هذا المجرم محمد بن سلمان وإلا خلاص يعني بدكن تعتبروا أنه جهزوا حالكم إلى تقسيم السعودية إلى أربع دول وأنتم السبب سكوتكم على محمد بن سلمان بالاعتداء على الأمراء والاعتداء على العلماء والاعتداء على اليمن والاعتداء على قطر وبيع الثورة السورية وبيع الشعب السوري وبيع الشعب العراقي فأنتم الذين بذنوبكم وبسكوتكم وبدعمكم للمجرم محمد بن سلمان قد قسمتم السعودية فلا تلوموا إلا أنفسكم أنكم أنتم قسمتم السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الشعوب العربية وبرك الله فيكم ونصر الله هذا الربيع العربي والذي يحارب الطواغيت والآن يا جماعة تفقهوا في موضوع طاعة ولي الأمر الشيخ محمد المسعري يتكلم في أشياء حقيقة طاعة ولي الأمر هذا ولي الأمر خادم خادم للمسلمين خادم للمسلمين ولقضايا المسلمين وهناك حدود وضوابط كيف أنكم تتعاملوا معه وكيف تطيعوه فلا تعبدوا ولي الأمر انتبهوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فانتبهوا يعني تفقوا في هذه الأمور وحضروا فيديو طبعا محمد المسعري والذي تكلم فيها عن حقيقة ولي الأمر موجود على يوتيوب أعيد مرة ثانية حقيقة ولي الأمر أو حقيقة طاعة ولي الأمر واسمعوا أراء الحسن البصري الحسن البصري تكلم في تفاصيل كثيرة ووضح إشياء كثيرة وغيره من العلماء والإمام مالك وغيره فهذا ولي الأمر يعني بعض من العلماء قالوا تدخلوا فقط في قضية الجهاد وقضية صلاة الجمعة وصلاة العيد مثلا وصلاة العيدين فهناك أمور محددة يتدخل فيها ولي الأمر ولكن بقية أمور الأمة والبلاد وكذا تديرها مؤسسات وقضاء ووزراء وولاة مستقلين يعني عن قرارات ولي الأمر كل واحد بمجاله واختصاصاته واهتماماته يعني حتى شوفوا الصحابة كيف كان عندهم صلاحيات معينة وكذا وأشياء معينة ويعني مسؤوليات ولم يتدخل فيها أبو بكر ولم يتدخل فيها عمر وغيره فيعني صلاحيات ولي الأمر محدودة على فكرة فلا تعبدوا ولي الأمر يالله لا نريد أن نطويل عليكم نعمل فيديو آخر عن موضوع ولي الأمر إن شاء الله يا الله السلام عليكم وتذكروا أن تعبدوا الله وحده ولا تعبدوا ولي الأمر يالله لأنه لن يستطيع أن يدافع عنكم ولي الأمر يوم القيامة إذا قمتم بالمعاصي وإذا قمتم معه بالجرائم يالله بارك الله فيكم